في السؤال المباشر نضع أداة الاستفهام والفعل قبل الاسم فنقول أو يمكن أن نضع الفعل وحده قبل الاسم فنقول أما عندما نوجه سؤالا غير مباشر فإننا نستخدم عبارة قبل السؤال ذاته أي أننا نوجه سؤالا داخل السؤال وعندما نفعل هذا فإننا نغير ترتيب الكلمات فبعد عبارة نضع الأداة الاستفهامية قبل الاسم ونضع الفعل بعده استمعوا إلى المثل التالي وعند الإجابة عن هذا السؤال بالنفي نقول وسنتدرب على ذلك الآن مستخدمين أدوات الاستفهام المختلفة إلى ذلك الغين لا تتعرف أدوات monthly أخاز لمرة لك سوف تعرف انناWow윤� Styro أدوات ما وبنت بعده I don't know when he left. Do you know what time it is? I don't know what time it is. Do you know who she is? I don't know who she is. Do you know what they did? I don't know what they did. Do you know why I called you? I don't know why you called me. Do you know what time it is? شكرا